وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون عندها دعا عليهم صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن افتح بيننا وبين قومنا بالحق افتح يعني أحكم قال افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم ما هو يوم الظل أتاهم حر شديد جدا ففروا منه إلى بيوتهم ثم دخل الحر بيوتهم فكانت البيوت أشد حرا من الخارج فعادوا فخرجوا فرأوا سحابه فهرعوا للوقوف تحتها ليستظلوا بها ورجوا أن تنطر عليهم ماء فأمطرت عليهم لكن لم تنطر ماء أمطرت نارا تحرقهم ثم أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم صيحة رجفت واهتزت منها ومن شدتها الأرض قال العزيز الجبار ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقال سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إن الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها أي تهدمت ديارهم وسويت بهم الأرض وكأنهم لم يوجدوا في تلك المنطقة لم يبقى لهم آثار قال الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فإذا الله سبحانه وتعالى قضى يحق الحق وينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين اتبعوا الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون أما شعيب صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وحين رأى ما حل بهم من عذاب قال فكيف آسى على قوم كافرين بلغهم ونصح لهم وحذرهم ولكنهم لم يسمعوا ترجمة نانسي قنقر